مرحب بحضراتكم شاهدينا في يوم جديد من أيام زينا بطعم البيوت يارب إن شاء الله فقراتنا تعجب حضراتكم بساعدنا يكون مع حضراتكم النهاردة أنا وعبير وإن شاء الله فقرات متنوعة صباح الخير يا عبد صباح الخير يا هودا منرحب بكل مشاهدينا على مدار ساعة ونص إن شاء الله مجموعة متنوعة جيدا من الفقرات منرحب كمان بمترجمة الإشارة اللي حتكون متواجدة معنا طوال الحلقة أستاذة صارة مشهور تعالوا نشوف مع هودا أولى فقراتنا النهاردة هتكون عن إيه أولى فقراتنا النهاردة هنستمر في حديثنا مع حضراتكم عن هذا الشهر الكريم اللي بيزبق الشهر العظيم شهر رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين والشهر ده في نفحات كتيرة جدا طبعا غير بقى الفيوضات والأنوار اللي إن شاء الله تهل علينا من رمضان لكن احنا بنقول نحنا بنستعده بنأهل قلوبنا لاستقبال أنوار ربنا سبحانه وتعالى شهر ده كان فيه شهر تحويل القبلة وجبر خاطر رسول عليه أفضل صلاة والسلام النهاردة هنتكلم عن ليلة النصف من شعبان ورفع الأعمال وربنا بيقبل وبيغفر للجميع إلا من اتنين المشرك والمشاحن إزاي بقى نستقبل هذه الليلة بقلب صافي ده اللي هنعرفه في فقرتنا الأولى جميل يا رب نستمتع كده بهذه الليالي الجميلة وربنا يبلغنا رمضان إحنا وإنتم كل الناس وإحنا لا فاقدين ولا مفقدين بإذن الله طيب فقرت الحوارية النهاردة في طعام البيوت هتكون عن بما أننا يعني في شهر مارس برضو شهر المرأة الاحتفالات جاية كتير يعني في الشهر الجميل ده فإحنا عندنا طبعا أكتر من احتفالية خاصة بالمرأة سواء في مصر أو في العالم النهاردة هنتكلم عن أهم هذه المكتسبات سواء محليا أو عالميا وكمان هنتكلم عن التحديات اللي بتواجه المرأة واللي يعني تتمنى أن هي تتخططها عشان تحقق مزيد من النجاحات ويتحقق كتير من الأهداف تعالوا نشوف كده من خلال فقرتنا إيه أهم هذه المكتسبات وإيه أهم هذه التحديات وإن شاء الله يكون حوار ممتع ومفيد من أهم بقى التحديات اللي بتواجه المرأة المذاكرة للولاد مش قادرة أقول لكم طبعا كل واحدة ستة عارفة لأن طبعا الرجالة أول ما بتبدأ الستة تذكر لولادها بيهربوا من البيت فيه حاجات بتتحدف وفيه أصوات بترتفع وحاجات كده إحنا عايزين أولادنا إن شاء الله يعدوا السنة بإذن الله كل السنين الدراسية بسلام وأمان والولاد كلهم يبقوا متفوقين لكن متفوقين كل واحد على قد إمكانياته هنعرف إزاي التفوق الدراسي لولادنا وإيه دورنا اللي إحنا ما نوت بينا في المرحلة دي من خليم يوم الجمعة كلنا بنصلي على النبي عليه أفضل صلاته وسلام وصلاتنا مرضودة وصلى الله عليه وسلم اللي علمنا إن إحنا في أيام ظهرنا في نفحات من المولى عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتكرم علينا بهذه النفحات بيغفر لنا فيها وبيستجيب لدعاء نواوي فخلينا نتعرض لهذه النفحات في هذا الشهر اللي بيصبك الشهر العظيم واللي بيبقى فعلا بيسمى شهر السقية النهاردة بيسعدنا نتحدث مع حضراتكم عنها فضل هذا الشهر وعن ليلة النصف من شعبان معنا ومع حضراتكم الأستاذة الدكتورة دينا أبو الخير دكتورة دراسات إسلامية والدعاء بوزارة الأوقاف أرحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة طيبة بخير يا رب أستاذة هدى وكل أسفة البرنامج وكل المسلمين والعالم بحال يا رب أمين يا رب وعايزين بقى نجهز القلب علشان يستقبل بقى أنور ربنا سبحانه وتعالى في الشهر الكريم في شهر رمضان خلينا نقول فضل هذا الشهر في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فضل شهر رمضان شهر شعبان أستاذة هودة كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان ويرفع فيه الأعمال ترفع الأعمال في هذا الشهر الكريم وهي أهم مزية في هذا الشهر فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لمفتاح القبول مفتاح يعني يكون على رأس كل الأعمال وهو الصيام فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم الحديث بيبين لنا كده أن مهم قوي الشهر ده في رفع الأعمال شهر رمضان اللي فات أستاذة هودة حيتوفع في هذا الشهر إحنا كل أعمال السنة كلها بترفع فيه شهر شعبان وإحنا لما نفهم الجزئية دي هتفرق معنا جدا يعني أنا رمضان اللي فات ده اللي لسه بستقبل رمضان وبستعد بشعبان ورجب لهذا الشهر اللي إن شاء الله يا ربي بلغنا كده وإياكم رمضان هيرفع رمضان اللي فات هيرفع في هذا الشهر بشكل عام هو طبعا فيه رفع للأعمال بتدرج فيه رفع يومي للأعمال فيه رفع أسبوعي فيه رفع سنوي وإحنا بقى الوقت في الرفع السنوي الرفع السنوي بيرفع بالمجمل كل أعمالنا طيب أكيد عندنا كان قصور ممكن تكون ناس قصرت في رمضان نحنا بتكلم عليه الوقت قصرت بشكل عام كان عندها غفلة غفلة عن المواسم الطاعة والعبادة هي عيشها بشكل يومي روتيني عادي جدا ومش في النغدة يعني الكلمة دي تكون سبب لتحويل الحال تحويل القلب زي ما هي تفضلت في الإبتداء إنه بهيأ قلبي القلب إذا تهيأ كل الجوارح تبعته يعني ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح حال الجسد وإن فسدت فسد حال الجسد ألا وهي القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فممكن تكون كلمة سبب إن القلب كله يتحول فيحصل إيه؟ القلب إذا امتلأ بنور المولى عز وجل نور القرآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجمال النبي في كل الأمور اللي إحنا بنسمعها أي كلمة عن النبي في تفاصيل حياته كلها والنقل هلنا بتكون سبب إن القلب يمتلئ بنور الإيمان يعني ده غزاء القلب ده كل طبعا القلب ده الأساس بما إن حضرتك قلت إن فعلا إحنا بنخلي القلب ده يستعد في الوقت ده وإن شهر رفع الأعمال هل أنا عشان أخلي بقى قلبي ده يتغذى بقى بالتغذية السليمة زي ما بنغذي معداتك كده أعمله ويحطله إيه بقى إيه الوجبات اللي تتحط ده أولا كده السماع كده لكل كلمة ما نفرش من أي كلمة أو هادي فيه إن أنا يرشدني ويحطني على الطريق إحنا ماشيين بحياة ديناميكية بحتة كده ويومنا بيعدي ورا يوم ورا يوم وسيبه أمر مهم وبغفل عنه جدا أمر القلب القلب اللي ده لو تغذى كل يوم كده بإيه الغذاء بقى السليم الصحيح اللي بيكون سبب لحاجات إحنا مفتقدينها السلام والهدوء والراحة وإني أكون موصولة بالله مهما كان حالي مع الله يعني عبدتي مش كتيرة إحنا بنشوف ناس من واقع بقى أن إحنا بنعايش هذا بنلاقي ناس على كثير من العبادات والصلاة وكذا وعمره كل سنة وكل ده لكن تقول أنا مفتقدة شيء أنا عندي كذا أنا طباعي صعبة قوي مع زوجي أو مع ولادي بنشوف أسئلة من كذا بس أنا في عبدتي كذا وكذا وبقي من الليل هي في عملية فاصلة إحنا دايما بحب دايما نوجه ليها هي فكرة أن أنا في الابتداء بعتني بالقلب ده يبقى موصول بالله جل وعلا ابتداء وصول حقيقي الوصول ده بقى ممكن يكون بدعاء بأذكار بحافظ عليها بأن أهتم بمواسم الطاعات ومغفلش عنها بأمور ممكن تشغلي يعني النساء ممكن تشغلها مثلا ترتيبات رمضان الرجال ممكن تشغلها أمور تانية واستعدادات برضو الرمضان فكل ده مش خطأ وبدل في إطار المباح مفيش منه خطأ لكن الاهتمام الأول زي ما هي تفضلتي هو القلب إن أنا أهدى كده من كل الدوشة اللي أنا عايش فيها وأبدأ أركز أنا بجد عايز أحقق عايز أحقق مفهوم الطقوة من رمضان النبي رب العالمين قال لعلكم تتقون هي ده الهدف اللي احنا المرفوض نعيش عليه الطقوة محلها القلب الطقوة ها هنا في القلب يعني مش أعمال وأفعال لأها طبعا أكيد بس الأساس أني أكون متقية لله جل وعلا أنا دائما أتكلم في شهر شعبين تحديدا أننا المفروض يكون اهتمامنا بالقلب فعلا ليه لأن حيث أفضلت وقلت في ليلة النصف من شعبين أن الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على الجميع يطلع على جميع خلقي ويغفر للجميع ده عرض رباني رباني ربع منحة اللي مش هيقدر يستغل لها هو الخاسر إلا مشرك ومشاحن يعني الموضوع بالقلب لو أنا فيه ناس عندها خناقة فيه ناس عندها خناقة مع الآخرين هي مش عارفة تتعامل مع نفسها على طول كل يوم مشاحنات وحاجات بتبقى تافحة فعلا توافي أمور يعني حاجات بسيطة جدا وممكن تخلينا ندخل في غضب ربنا سبحانه وتعالى وإحنا نقدر نتدركها التغافل بقى وكأننا نحن نحي خلق التغافل أن نتغافل عن أمور كتيرة مش هتفيدني هتضرني في المقام الأول وأول حد بتأزى من المشاحنات مع الآخرين وإن كان هو على حقه هم على باطل معهم هو الشخص النفسه فالتغافل ده مهم أن نفعل هذه الخلق وهذه الصفة في هذا الشهر ونحي مكانه الإيمان بالله جل وعلا وأن يعمر القلب بالإيمان أنا عايزة أرجع شوية ليلة رفع الأعمال في شهر شعبان أو رفع الأعمال بيكون في هذا الشهر وغالبا ليلة النصف من شعبان في شهر شعبان بشكل عام من قدرش نحدد من رمضان إلى شعبان يعني معنى كده أن احنا بنصفر بقى في شعبان ونبدأ السنة الجديدة من أول رمضان بيسموها كده الحساب الختامي هو طبعا زي ما قلت في الأول أن فيه رفع يومي يعني احنا مش عايشين كده في الدولة والرفع اليومي ده لو مكتوب في زنوب يجي بقى في رفع السنة ويتشل أتداركها بالعبادة اللي هنوجه ليها الوقت وننصح بيها نفسنا والآخرين التوبة طبعا جائز أن مهما حصل مني من ذنوب أو كده باب التوبة مفتوح من نولة وعلى لكل عبادة يعني الكتب في صحفنا دلوقتي زنوبة عملي والأعمال بترفع سواء كان اتنين أو خميس أو كل جمعة هنيجي بقى في شهر شعبان الكتب ده ممكن يتمحي عايزين ما نطمن الناس في الحد دي هو ده اللي بقول في علان الجزئية دي لو حد اسمها الأول مرة ما يبقاش عنده أبدا يأس من رحمة رب العالمين مهما كان زنوبنا مهما كان إن احنا كنا بعد غافلين يعني عبادة رب العالمين وعن كل ده انت عندك الوقتي هذا الشهر مهم جدا نعم بي تحديدا ناخد ليلة النصف نعم لشان نمسح بقى كل ده التوبة التوبة مفتاح رهيب جدا عبادة من أهم العبادات مفيش حد فينا اسمه عايش في الدنيا وهو طيب وجميل جدا وما عندهش زنوب ويومه بيعدي بدون ما بيكون عمل شيء يغضب المولى عز وجل أو يستوجب صخط المولى عز وجل كلنا طول ما احنا ماشيين في الدنيا مهما كان قوة التزامنا بيحصل ذلل ذلات للإنسان هو قادر أن يقوم نفسه على الطريق بالتوبة أمر بسيط جدا النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بهذا وأنتم أعلم النبي كان بيستغفر في كل يوم سبعين مرة استغفار للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق فمننا احنا محتاجين طبعا طبعا لازم في كل وقت يعني لو نهار ومساء قبل يوم ما ينتهي يكون فيه دايما استغفار استغفار بجد من القلب وده بقى نحيي بقى القلب بكده هو فكرة ممكن أن حد يبقى عنده الصلاة على النبي النهاردة يوم الجمعة ممكن نصلي على النبي ألف صلاة وإحنا ما حسنهاش فمهم أننا نبقى فاهم معنا وقت الموضوع لا تلعب التقرير بس ممكن نقلص الجزئات مميش مشكلة أننا أحيي قلبي بالذكر أنها أقول أستغفر الله مش مجرد عدات بعد ألف ألفين مرة ممكن عشر مرات أستغفر الله لكن فيها حيالي قلبه فيها أنه فعلا ندم واستغفر من كل ما مضى خلينا نقولها إزاي الواحد يوصل لها بس بعد التقرير لأنه ممكن الواحد فعلا يبقى لسانه معتد على الذكر على طول بس ممكن في الواحد ده ما يكونش مستحضر القلب بعد الفاصل وبعد هذا التقرير نطلع محاضركم لهذا التقرير وبعدين نعرف بقى إزاي هنستقبل أو القلب يستقبل الذكر ما يبقاش باللسان فقط نطلع للتقرير ونرجع تاني أهلا محاضراتكم من جديد مشاهدينا وتوقفنا عن إزاي ممكن اللسان يكون بيتبع القلب أو العكس يعني زاي فعلا وإحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى بأي أنواع من أنواع الذكر بقلبنا هو اللح وده مش لساننا بس فكرة بقية يا سيدة هودا إن أنا أكتاء أكمع يعني إحنا قلنا أقل درجة ممكن يكون اللسان عادي أو القلب ممكن دي كده درجة مردئية يعني حتى اللي كده ما يكسلش لأن فيها سلطة بخلاص على قلبي مش حتى اللي مش أصلش لأ أبعد عن مداخل الشيطان يتخلي منها ما أنت ما مسكوريش ربنا خلاص بقى ملوش بازمة لأ كل حال ممكن إنسان يكون بيعترضوا بعض عوارد الحياة اللي ممكن تخلي ذكره أقل خشوعه أقل كده فمش معنى ده إن أنا أترك العبادة لأ بس أبقى عارفة إن أنا أفعل دايما أمر جهاد النفس ده أمر محتاج يعني دايما مجاهدة أقبش إن كده بفعله كل فترة مش مجرد أن أنا بقت بأي حاجة أنا دخلت في مثلا في حاجة مرض فيه مش عارفة انشغال معنى كده إن أبطل عبادة لا هفضل على كل حال أعبد الله بس الفكرة إن بيحصل ممكن بعض الفطور وده أمر مهم سيقل فيه دايما الفطور والكاسة اللي أعمل فيه تيجي بقى مواسم زي الطعاة اللي إحنا فيها كل المسلمين بشكل عام بينشط ودراسات اتعملت إن العالم الإسلامي والعالم كله بيتغير في أخلاق الناس ومعاملاتهم والجو اللي بيبقى حتى في العالم كله بمواسم الطعاة فإحنا لدينا نستغل ده أتعرض لهذه النفحات الذكر زي ما حكت فضلتي كده هو مراتب يعني ممكن بحس بالذكر وممكن ما بس أشعره في كل حال اذكروا الله لكن أعلى مراتب الذكر ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح يعني أقول الحمد لله دايما بستشهد بالحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إحنا في كل الدنيا اللي إحنا فيها وكل العوارد اللي معنا محتاجين أوي دايما نتمسك بالله ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله مربي للإنسان بيخلي الإنسان عنده قوة ودعم ما بيستشعره إلا في المواقف بقى لما بتعرض عليها بيبقى أقوى من الأول لأنه تفرد ويتخلص من حول وقوته الضعيفة جدا بكل أمور الدنيا الضعيفة إلى المدد الرباني لا حول لي ولا قوة لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال بالله جل وعلا أنا الأول فهمت المعنى حيكي عرفي بقى أني على طول هتقدر تطبقي بالقلب وباللسان وبالجوارح مجرد فهمت ده خلاص يبقى أنا عارف وأنا بقول الذكر ده القلب مستشعر أن أنا مليش حول ولا قوة يا رب إلا بك موصول بك تحولي من حال أنا شايفة أنه وحش وعايزة حال أفضل هو بك فطبعا فيهمت المعنى القلب هضم المعنى ده بدأ الذكر على اللسان يختلف بدل ما أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأفضل عد ألف مرة هقول الحمد لله كل ضرات الجسد بتحمد الله هنوصل لده على فكرة ومعنى مش مستحيل ونستشعر بتالي كمان الحاجات الجميلة ربنا عملها لنا يعني حتى معاه الابتلاعات اللي ممكن الإنسان بيتعرض له بس فيه أكيد حاجات كثيرة جدا نعم ربنا أنا عملينها بيه هو بقى جاهب نفسه فعلا أنه يوصل لده هو فعلا كده بيبدأ يتدرك بشكل بسيط جدا وبيحصل قوي الحمد لله والذكر العالي لها إمتى لما بيحصل لضعف بيحصل لتعب ألاقي الإنسان ده في ثانية بقى لا شيء فعلا وإذا ما فضلش يعني ثابت على قوته بالله ممكن تجيله من الهواجس والأمور اللي تدمر الإنسان وبنشوف ده من مشكلات الناس ممكن ضعف ممكن مرض ممكن ابتلاء يخلي الإنسان يقدم على أمور فيها تخلص من حياة لأني شايف أنه ما فيش أمل في هذه الحياة لكن لو استشعر في وقت الضعف أنه يستمد القوة بلا حولة ولا قوة إلا بالله هيحس أنه في قوة ومدد ربانه يا فعلا كينزم ومن لزمها والله فيها حياة للقلب كما قال أهل العلم من أدمن لا حولة ولا قوة إلا بالله أحيا قلبه حيث قلت نهار ده إحنا عايزين حياة القلب دوموا ده جماعة لا حولة ولا قوة إلا بالله تلاتين أربعين مئة مرة في اليوم شوفوا أديه بس بالمعنى اللي إحنا قلناه أنتم فاهمين المعنى ده والله حياة للقلب فعلا طيب إيه تاني بقى للمفروض أنه نعمله زي ما قلنا نحن نحيي القلب الزكر وعلى رأسها لحولة ولا قوة إلا بالله طيب كل الذكر طبعا حيث لا حدش ياخد لأنه فيه لا إله إلا الله أقوى يعني أقوى الذكر الحمد لله والصلاة على الرسول عيسى صلى الله دي الوعد لو خلى أيامه كلها صلاة على الرسول طبعا في كله فضل يا رب يجعلنا أهلا للفضل جميع إحنا قلنا التوبة قلنا التوبة باب خطير جدا المهم إن إحنا نبقى في شهر شعبان ما نعودش بقى نبقى في صيام كتير وذكر وكذا ونبقى نسيين أصلا إن إحنا نتوب عن كل ما مضى حيث قلت إحنا عايزين ممكن حد مهما كان زنوبه إنه يتغير ويمسح كل ده أيوة إن الله هيتطلع في ريالة النصف أو في شهر شعبان بترفع الأعمال الحديثين بالنسبة لنا بيأكدوا لنا كده إن إحنا نهتم إن الله يرانا ويرانا في كل وقت لكن فيه خصوصية في هذا الشهر اللي النبي اعتنى بهذا الشهر وجعل فيه الصيام أحب أن يرفع عملي وأنا صائم فلو قدمنا عبادة التوبة والتوبة أمرها مش صعبة أبدا على أي حد حد دايما بقول إنه فيه ثلاث شروط للتوبة توبة في الماضي في الحاضر في المستقبل الماضي أتوب أو أندم على كل ما فات أندم عرفاء وأنا مش عرفاء أندم عليه في الحاضر إنه أقلع عن الذنب فورا في المستقبل إن أبدل هذه الزنوب بإنابة وأعمال صالحة لله جل وعلا دي شروط التوبة بشكل بسيط جدا بتزداد شرط رابع في حق العباد ودي بقى نحدث فيها ولا حرج حقوق العباد والناس أعلم بيها إنها ترد المظالم تتحلل من كل أمر كنت سبب في أذية وقع على الغير بسببي فشروط التوبة في حق الله ثلاثة في حق العباد أربع شروط طيب بالآخر سؤال بها عندنا أنا عايزين نتكلم فيها على المشاحنين اللي ربنا ما بيقبلش منهم أو مش بيقتلهم طيب فيه ناس بتبقى يعني فعلا بتتخاني زي ما بقول حقيقة على حاجات يعني حاجات تفهة حاجات صغيرة وفيه ناس بتتخاني على حاجات كبيرة يعني بيبقى فعلا يعني حصلت له مقاسي في حياته أو حد ظلم وظلم كبير هل ده زي ده هل بيستول اتنين عند ربنا طبعا طبعا أكيد لو الإنسان فيه خلق يعني صفة اللي هو متشاحن كثير العداوة مع الآخرين ما فيش حوار بيكمله إلى بخناء هو ده نتيجة مشاكل نفسية أصلا عنده هي فكرة أنه هو دايما هو الأعلى هو ما تقبلش الرأي طبعا دي مشكلات كبيرة هي مش أمر الشحناء بيجي لوحده فيه أسباب ليه فالإنسان اللي بيكتهد على نفسه بيبقى عارف أو المحيطين به يوجهوه صح الشحناء الكثيرة دي مش حد طبيعي طبعا أكيد ده عنده مشاكل ما سواء نفسية سواء بقى خلقية بقى كل الأمور دي طيب هو ده قصة تانية ده عايز بقى لا يقعد مع نفسه كده ويتوب من كل ده عشان دي فيه مشكلة عنده بخلاف الحي قلت أن فيه مشكلة ما استوجبت أو استدعت أن يكون عنده خلاف مع حد هو طبعا الظلم ظلمات ولازم نقول الرسالة دي عشان نهدي بها كل حد بينفع لما نجي نقول سامح اعفو مش قادر يتقبل ده وإحنا فعلا مع النفس البشرية طبعتها ما بتقبلش ده مش أي حد ده مرتبة أعلى اللي يقدر يسامح على كل شيء تعرض دي مهما كان لكن الفكرة بنقول في الأول ابتداء كده لجبر خاطر كل حد كسر في هذه الدنيا أن الظلم ظلمات هتلاقي الظلم ده واقع لمحالة على من أذاك كما تدين تدين اعرف المعنى ده ورب العالمين هيقتص ليك في الدنيا قبل الأخيرة لكن الأعلى الأعلى المشهد يوم القيامة هيختلف يا أستاذة هدى مشهد يوم القيامة الناس هتندم لو ما عددتش أموره كالتغفلة عنها مهما عظمت مهما عظمت أيوة اللي عنده القدرة أنه يسامح يسامح على طول اللي ما عندهش القدرة ما يقزيش بس في نفس وقت ربنا مش هيزعل منه ما يكونش هو المعتدي بقى أو يكونش هو الظالم في أن أرد الظلم اللي واقع علي يعني حد قالي كلمة ما أسائت لي ممكن أردهله بكلمة زودت بفعل وزودت بأكبر بقيت أنا الظلمة في الأمر فهي دي قصة ده حد الأمر إما أن أنا أرد المظلمة اللي وقعت بقدامها بزيها أو أن أنا أرد بشكل أكبر وأن أنا في الحالة دي ظلمة أو الأعلى الأعلى أو أجر على الله جل وعلا من أصلح ومن تغافل ومن عفى ليه؟ لأنه هو عنده بعض نظر عالي جدا عنده أن الدنيا دي كلها هنغادرها بس أعزيني أوي نفسنا عن ده هنغادرنا هنقف أمام رب العالمين رب العالمين يعطي ما يعطي في الحديث كما أخبر النبي على من أعفى على من عفى على من عفى فوقع أجره على الله أكيد محتكين ده عرف أن ده صعب بس جهاد النفس والتدرج وقربنا مع الله هيعننا على هذا الخلق يا رب أمين يا رب فعلا والله يحب المحسنين يا رب جعلنا منهم يا رب أشكر حضرتك جدا كل سنة وحضرتك طيبة شكرا أبسا زهولا حيك طيبة بخير وقصة رب العالمين وخلينا قبل من نطلع لفقراتنا الثانية بما نقول على القلب نحن منتذكر قول رسولنا الكريم عليها عبدالسلاته السلام ما سبقاكم أبا بكر بكثرة سيوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب ألا وهو حب الله لو قلبنا فعلا موصول بحب الله كل حاجة في الدنيا هتكون علينا نطلع لفاصل وبعدها هتكمل مع حضر